سلام عليكم ويعطيكم العافية نبلش اليوم إن شاء الله بحل أسئلة درس الكسور الجزئية عندنا أول سؤال X-10 على X في X زائد 5 طبعا المفروض في البداية أنك تحاول توزع اللي تحت عشان تفكر هاي قوتها أصغر من هاي هل ممكن أني أعملها لوغرتمات؟ لا إذن بروح على الكسور بعمل A على X وB على X زائد 5 بوحد مقامات A في X زائد 5 وB ضرب X هذا يساوي X-10 لو حطينا X0 بتروح هاي تصير عندي A في 5 هاي بتصفر يساوي X-10 اللي هي سالب 10 إذن A تساوي سالب 2 لو حطينا X سالب 5 بتروح لـ A سالب 5B تساوي سالب 15 إذن الـ B تساوي 3 إذن هذا التكامل راح يتحول إلى إيش؟ سالب 2 على X و3 على X زائد 5 هاي بتصير سالب 2 لن الـ X وهاي بتصير 3 لن الـ X زائد 5 وطبعا إذا حبيت تحطها بلغاريتم 1 برضو بصير اللي بعده هذه الصورة أنا بفضل ما تتعاملش معها لو عكست الإشارات تحته وحطيت السالم هون أسهل عشان ما تخربطش في الإشارات أثناء التكامل والتحليل بحللها A على X ناقص 1 وB على X زائد 1 A في X زائد 1 وB في X ناقص 1 هذا يساوي سالب 2 لو حطينا X1 بصير عندي 2A والB بتروح يساوي سالب 2 إذن الـ A تساوي سالب 1 لو حطينا X سالب 1 هاي بتروح سالب 2B سالب 2 معناها B1 هاي طلعت قيمة A وقيمة B إذن بصير عندي تكامل سالب 1 على X ناقص 1 و1 على X زائد 1 اللي هي لن سالب لن الـ X ناقص 1 وموجب لن الـ X زائد 1 زائد C وطبعا بتقدر تعملهم لن 1 هذا موجب وهذا سالب لن الـ X زائد 1 على X ناقص 1 زائد C اللي بعده واضح إنه كسور جزئية A على X ناقص 2 وB على X ناقص 4 A ضرب X ناقص 4 وB ضرب X ناقص 2 يساوي 4 لو حطينا 4 هاي بتروح هاي 2B4 معناها B2 لو حطينا 2 هاي بتصير سالب 2A تساوي 4 يعني A تساوي سالب 2 بتحطهم وبتكاملهم بس أنا نحطه هون تكامل A سالب 2 على X ناقص 2 و2 على X زائد 2 سالب 2 لن المقام وموجب 2 لن المقام طيب نشوف هدول عندي أول شيء هذا التكامل ثلاثة X على X تربيع زائد 4 مشتقتها مش فوقها مباشرة على الكسور الجزئية بطلع X عامل مشترك وX زائد 1 A على X وB على X زائد 1 A ضرب X زائد 1 وB ضرب X يساوي 3X زائد 4 لو اعتبرنا X صفر بطلع عندي A وهي تساوي 4 لو اعتبرنا X سالب 1 سالب B سالب 3 و4 و1 إذن B تساوي سالب 1 وA 4 من كامل A 4 على X وB سالب 1 على X زائد 1 4 لن X ناقص لن X زائد 1 إذا حاب تحطهم في لغاريتم 1 تنساش إنه مش لازم يكون فيه معاملات يعني هاي بتصير X قوة 4 بدخل القوة جوا بعدين بحطهم لن 1 اللي هو X قوة 4 على X زائد 1 الكل زائد C تشوف اللي بعده اللي بعده زي ما انت شايف القوة بين البسط والمقام متساوية فأنا مطلوب باني أول شيء أقسم X تربيع فيها واحد بيظل هنا X تربيع ناقص 4 اعكس إشارات إذن الناتج واحد والباقي 4 على X تربيع ناقص 4 هذا بتكامل هايو X هذا انت مضطر تحلل A على X ناقص 2 وB على X زائد 2 وتعمل كسور جزئية طبعا سهلي جدا فش فيها مشكلة بتكملها لحالك اللي بعدها عندي ثلاثة X ناقص 6 على X تربيع زائد X ناقص 2 قوة البسط أصغر لو فكرت باللوغاريتم 2X زائد 1 ما بتزبط مع اللي فوق إذن مضطر أعملها على الكسور الجزئية المقام بتحلل X زائد 2 وX ناقص 1 A ضرب X ناقص 1 وB ضرب X زائد 2 يساوي 3X ناقص 6 لو حطينا محل X 1 هاي بتصير صفر هاي بتصير 3B وهاي بتصير 3 ناقص 6 سالب 3 معناها B سالب 1 لو حطينا سالب 2 سالب 3A هاي بتروح سالب 6 وسالب 6 وسالب 12 معناها A تساوي 4 إذن 4 على X زائد 2 وعندي 1 على X ناقص 1 DX وبكاملهم 4 لن المقام ناقص 1 لن المقام زائد C زي ما انت شايف كل التمرين سهلي جدا الصعوبة بتبلش كمان شوي لما الأمور تتطور أكثر طيب نشوف شو عندنا هون عندنا 4X زائد 10 على 4X تربيع ناقص 4X ناقص 3 بعيد هاي لو ضربت الأربعة بالثلاث بتصير 12 تحليلها هيك أسهل طبعا هي مش تقتها مش فوقها عشان هيك أكيد كسور جزئية XX ناقص زائد 6 و 2 نقسم على أربعة هاي بتصير 3 على 2 بتصير لاثنين هون وهاي بتصير نص تيجي لاثنين هون يعني هاي لما أحطها على أربعة بتصير هون 3 وهون 2 بجيب 2 جنب X هاي بتصير واحد وهاي 2 بجيب 2 هون نعمل A على 2X ناقص 3 و B على 2X زائد 1 هذا بدنا نواحد مقاماته A ضرب 2X زائد 1 و B مضروبة في 2X ناقص 3 هذا كله يساوي 4X زائد 10 طيب بدنا نختار أرقام كسرية احنا مضطرين هون بدي أحط سالب نص عشان نتصفر كيف عرفت؟ على جنب حط 2X زائد 1 0 2X سالب 1 يعني X سالب نص هاي بتصفر 2 ضرب سالب نص سالب 1 وسالب 3 سالب 4 B 4 في سالب نص سالب 2 زائد 10 8 إذن B تساوي سالب 2 هسه هون بدي أطلع مين؟ بدي أطلع إيه؟ أنا طلعت B يا بتأخذ كسر يا إما إذا بدك خذ أي رقب ثاني لأنه B صارت معروفة أنا ممكن أختار مثلا X0 هسه خلص لأني عرفت B هاي بتصير إيه؟ صفر بصير عندي سالب 3B يساوي عشرة الB معروفة سالب 2 مع 3 بتصير هاي 6 A زائد 6 عشرة معناها الأي تساوي أربعة ولو أخذت كسر برضو بصير بس إحنا يعني عشاس أسهل هيك طلعنا A و B ترجع بتكامل التكامل الأصلي من هون هاي الأيه الأيه طلعت أربعة على ثنين X ناقص ثلاث والB سالب 2 على ثنين X زائد واحد تنساش إحنا في اللن منأخذ أربعة على معامل X يعني منعمل قسمة أربعة على ثنين لن X ناقص ثلاث 2X زائد سالب 2 على ثنين لن 2X زائد واحد زائد C اللي بعده اللي بعده برضه قوة البسط أكبر من المقام بس فيه هون بهدلة للسؤال عشان هيك هذا كله بدي أمسحه هيك ونشوف أنا وإياك البهدلة اللي راح نتبهدلها في حل هذا السؤال ليش شوف لي المقام شوف لي أهم إشي المقام عندي شو هو ضعوه المقام عبارة كعيبية لا تحلل بالرباعيات لأنه لو طلعت عوامل مشتركة على الفاضي زي ما أنت شايف لو أخذنا من أول ثنتين عامل مشترك ومن الثنتين الثانيات عامل مشترك راح يصفي معاي هون مشترك على الفاضي فأنا مضطر أحللها بالأصفار النسبية عندي سالب 6 أصفارها موجب سالب 1 موجب سالب 2 وثلاث وستة وبدي أقعد أجرب مين اللي راح تعطيني الصفر الواحد وواحد وخمسة وستة هاي مش صفر طيب السالب 1 تكعيب سالب 1 موجب 2 زائد 5 تساوي صفر مضبوط إذن اللي ضبط معي X سالب 1 إذن X زائد 1 هذا أول تحليل عشان أعرف البقية بدي أعمل قسمة طويلة لـ X تكعيب 2X تربية 5X ناقص 6 على X زائد 1 أنا عمالي بقسم المقام عشان أحل للمقام مش عشان أعمل قسمة طويلة البسطة على المقام X تكعيب تقسيم X فيها تربية بتصير هاي X تكعيب زائد X تربية سالب سالب بروحه مع بعض بيظل عندي X تربية 5X 6 X تربية على X فيها X فيها X تربية زائد X سالب سالب بصير عندي سالب 6 X ناقص 6 اللي هي سالب 6 آخ هاي هيك صارت صفر إذن هيك المقام تحلل شوف كل الشغل اللي عملته عشان أجيب X زائد 1 في X تربية زائد X ناقص 6 هيك المقام صار خطي وعبارة تربية والعبارة التربية تحلل X زائد 1 في X زائد 3 و X ناقص 2 هيك حللنا المقام بقدر أروح أعمل كسور جزئية إذا بدك تصوره أو تعمل سكرين شوت تأخذه خذه لأنه بدي أمسحه عشان أقدر أكمل بدي أمسح القسمة بس هاي القسمة روحت طيب شو صار عندي هيك صار عندي التالي A بدي أخذها على X زائد 1 B بدي أخذها على X زائد 3 و C بدي أخذها على X ناقص 2 بدي أحد مقامات ال A معها X زائد 1 بأخذها ذول الثنتين معها X زائد 3 و X ناقص 2 ال B معها X زائد 3 بأخذ معها X زائد 1 و X ناقص 2 ال C بدي أخذ معها X زائد 1 و X زائد 3 هذا كله يساوي القصة هاي اللي هون يا سلام نأخذ X سالب 1 هلا هون شو راح يصير موجب 2 وسالب 3 سالب 6 هاي و هاي راح يصفره دايما يساوي نعوض سالب 1 موجب 2 وسالب 9 وسالب 11 سالب 18 إذن A تساوي 3 نأخذ X سالب 3 هاي بتصفر سالب 3 و 1 سالب 2 وسالب 5 سالب 10 بتصير 10 مرة ثانية سالب 2 وهون سالب 5 موجب 10 يساوي فوق 3 ثلاثة تربيع 9 في 2 18 وتسعة في سالب 3 سالب 27 هاي سالب 9 وسالب 11 سالب 20 إذن B يساوي 2 سالب هسا نأخذ X تساوي 2 هاي بتصفر وهاي بتصفر السي جنبها X زائد 1 هاي 3 وجنبها X زائد 3 5 3 في 5 15 يساوي نعوض فوق 2 2 تربيع 4 في 2 8 8 و 18 26 ناقص 11 25 إذن C 25 على 15 على 5 على 5 5 على 3 هاي B وهاي C وهيك إحنا جاهزين إن شاء الله للتكامل في وسعة تحت في الشي وسعة تحت مش سؤال طبعا A هي عبارة عن 3 على X زائد 1 B B هي سالب 2 على X زائد 3 و C اللي هي عبارة عن 5 على 3 على X ناقص 2 وبكامل كل واحدة 3 لن X زائد 1 سالب 2 لن X زائد 3 زائد 5 ساعة 3 لن X ناقص 2 زائد إلى هون راح أتوقف بهذا الجزء هذا الجزء طويل شوي راح أكون 3 أجزاء حل أسئلت الدرس هذا هذا الجزء الأول إلى غاية سؤال إيش احفظوا معي شاء المرة جاي تذكروني لغاية سؤال ثمانية فقط حلينا طبعا هذا سهل هذا إذا بدك تحلو لحالك حلو جزئين تكامل بسيط ولطيف جدا ووديع يعطيك العافية